السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب بالصف الخامس ان شاء الله النهاردة هنكمل درس المفعول المطلق فاكلينا لما خذنا المفعول المطلق قلنا ايه اس منصوب من نفس حروف الفعل صح كده وبعدين قلنا ليه وعين في مؤكد الفعل في مبايل النوع المؤكد الفعل خذنا الحصة لفات او في الفجو اللي فات انطلق استاروخ الانطلاقا تهدى العاملين اتهادا اصراعطوا لمدرسة اصراعا احتنا المواليد احتراما النهاردة ان شاء الله ناخد المفعول المطلق المبايل للنوع ما حاجدش يتفرج على المفعول المطلق المبايل للنوع ده الا ما يكون خذ المفعول المطلق المؤكد للفعل عشان يفهم الكلام استخدم الكمبيوتر استنامت صحيحا قبل المعرف لازم احدد نوع جملة 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 فاعلية استخدم استخدم دلوقتي فعل مضارع مرفوع اول ما نسمع كلمة فعل مضارع نعمل لكم لنا بالكهرباء عذا نركز ده بيبدأ بحرف ايه الالف اي فعل مضارع بيبدأ بالالف والفعل ضمير مستطر تقديره انا استخدم انا بعد الفعل نقرأ الجملة استخدم الكمبيوتر احتمال تطلع مفعول بيه وغضر على تطلع مفعول بيه لسبب المفعول المطلق والمفعول الاجليه الجملة فعلية مفهومش اعرفه لانه اسم منصوب ما فيش قدامه حرف جر هنقرأ من الشمال اليمين الفعل هيطلع فيه حرف اله والكمبيوتر ده اللي انا بستخدمه انا جبت كلمة انا ليه لان الفعل ضمير مستطر زي ما بتفعله والكمبيوتر ده اللي انا بستخدمه نفع ماذا استخدم الكمبيوتر دي الشيطة المفعول بيه ولا اس منصوب ما فيش قدامه حرف جر نقرأ من الشمال اليمين لازم الفعل يطلع فيه حرف اله في الحالة دي اسأل بماذا اللي جاء مفعول بيه على طول ماذا استخدم الكمبيوتر مفعول بيه منصوب علامة النصبية ده مفرد يبقى الفتحة بعد المفعول بيه نرجع لنا الجملة تاني استخدم الكمبيوتر استخداما ها استخدم استخداما اسمه منصوب ما فيش قدامه حرف جر وجاي من نفس حروف الفعل استخدم استخداما هتعملها نفسك بالنغة العامية على خليجة ده استخدمت ده أنا النهار ده استخدمت استخدام نفع اسم من نفس حروف الفعل خدنا فين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبية ده مفرد يبقى الفتحة طيب حاجة أقول نوعه لازم أقرأ كلمة اللي وراه عشان أشوفها ليه علاقة بمين استخدم الكمبيوتر استخداما صحيحا كلمة صحيحة ده ليه علاقة بالجملة الفعلية ولا ليه علاقة باستخداما طبعا أنا هعرف منين اقرأ دي الجملة الفعلية مرة مع صحيحا ومرة استخداما مع صحيحا بصوا استخدم الكمبيوتر صحيحا مش نفع طب استخداما صحيحا نفع حل اسمين ورى بعض والاتنين مفهومش ألف وليا بس الاتنين فيهم تنوين بنسمي اللي مفهوش ألف ولام ده في الإس ناكرة يبقى ده ناكرة مفهوش ألف ولام وده ناكرة مفهوش ألف ولام ناكرة وناكرة ينعط يمضاف إلي طبعا نعمل إيه بها دلوقتي حط على الكلمة دون دول ألف ولام كده بس بعدما تشيري التنوين تشيري التنوين هنا وهنا الاستخدام الصحيح نفع ولا مش نفع يعني العرف تقراها الاستخدام الصحيح طالما عليها تانوين كده ونكره زي دي دي نعت دي ايه بقى نعت وطالما المفعول مطلق بوراه نعت هيبقى نوعه ايه على طول مبين للنوع سهل ولا صعبة يبقى انت هنا مش بتأكد بقى الفعل ان انت استخدمت الكمبيوتر وخلاص ده انت بتبين نوع الاستخدام انا استخدمت الكمبيوتر الاستخدام ايبقى صحيح ده نوع الاستخدام سهل ولا صعبة هنعمل لك مرة يخلص المصريون لوطانهم الإخلاصة العظيمة قبل المعرفة لازم أحدد نوعه جملة 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 فاعلية يخلص يخلص تلوقتي فعله مضارع مرفوح نعمل إيه؟ نتقهرب يعني نتركز ده بيبدأ بحرف الإيه؟ لا، من حق إنا نسأل بمن نجيب الفاعل؟ هو لو بدأ بالألف ما بنسألش، لو بدأ بالنون ما بنسألش أما بالإيه والت من حق إنا نسأل بمن نجيب الفاعل؟ ما الذي يخلص المصريون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الوام؟ لأنه جمع مذكر سالم بعد الفاعل يخلص المصريون لوطانهم لوطانهم قبلها حرف جر فهنجيبهم من المشترك، دي سهلة اللاب حرف جر الممني، وطط اسم المجرور بحرف جر اللاب معنام الجاريه ده مفرد يبقى الجسر أما الضمير اللي احنا في الاسم ده ما خدناهوش نس نرجع نقرأ جملة تانية، يخلص المصريون لوطانهم إخلاصاً إخلاصاً، اسم منصوب ما فيش قدامه حرف جر ومن نفس الحروف الفعل، يخلص إخلاصاً هتقولها ازاي؟ ده من النهار ده أخلصت إخلاص نفع مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبية ده مفرد يبقى الفتح لازم نقرأ كلمة اللي وراه، يخلص المصريون لوطانهم إخلاصاً عظيماً اسمين وراه بعد، نقرأ مفهمش ألف ولام، نقرأ ونقرأ يا نعت، يا مضاف إليه، هنعمل إيه؟ حطها على كلمتين ألف ولام، بس شيء للتنوين، الإخلاص العظيم، نفع نفع ده نعت، تبقى اسمين وراه بعد، نقرأ مفهمش ألف ولام، والدنع لهم تنوين كده، شايفين؟ أها، وحطنا ألف ولام بعد ما جنة نفعه، الإخلاص العظيم، دي نعا، وطالما جي وراه نعطي ملعه إيه؟ مبين للنوع، سهل يا أولاد؟ ثمان واحدة، يعاقب الله الكافرين عقاباً شديداً، الجملة جملة فاعلية، يعاقب، يعاقب دلوقتي فعله مضارع مرفوح، ها، إن القهارة بيعام نركز، ده بيبدأ باليه؟ من حقنا نسأل بمن نجيب الفاعل؟ ما أنه لازم يعاقب؟ الله، لفظ الجلالة، تأدباً مع الله بنكتب، لفظ الجلالة، فاعل، مرفوع، وعلامة رفعه، ده مفرد يبقى الضمة، بعد الفاعل نقرأ الجملة، يعاقب الله الكافرين، احتمال تطلع مفعول به، اسم منصوب، أنا اللي بقول احتمالي، إني لو طبقاً أنا الشهورت ما نفعجش، مش هنعلمها مفعول به، ومنعلمها إيه؟ حاجة ما خدنا إيه، برنش دعا بيها، اسم منصوب ما فيش قدامه، حرف جر، نقرأ من الشمال اليمين الفاعل ده لازم يطلع في حرف الهي، والكافرين دول اللي الله هيعاقب هم، نفعه، ماذا يعاقب الله الكافرين، مفعول به منصوب علامة نصبي ليا لإنه جمع مذكر سالم، سهل أولاد؟ وقابلك أن يقصر من السلوء إلا مرفوع علامة طفل و لأنه جمع مذكر سلم هنا بقى مفعول به منصوب علامة نصبي لأنه جمع مذكر سلم يعاقب الله الكافرين عقاباً اسم منصوب ما فيه شو دمه حرف جر واجي من نفس حروف الفعل هنعمل على نفسنا بالله العمي ده النهار ده عقبتك عقاب صح يبقى مفعول مطلق منصوب علامة نصبي ده مفرد يبقى الفتح الكلمة اللي براء ليه عقاباً مين يعاقب الله الكافرين شديداً ولا عقاباً شديداً عقاباً شديداً اسمه اسم نكرة ما فيهش ألف ولام نكرة ما فيهش ألف ولام نكرة ونكرة يا نعت يا مضاف إليه حطه على كلمة الألف ولام بس هنما نشير التنوين العقاب الشديد نفع ده النعت سهلاً وطالما جي وراء نعت بقى نوعه إيه؟ مبين للنوع أحب القراءة حباً جمعاً قبل المعرف لازم أحدد نوع جملة 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 فاعلية أحب دلوقتي فعل مضارع مرفوح من القهرة بعمل ركز ده بيبدأ بالألف والفاعل جميل مستطق ديره أنا أحب أنا بعد الفاعل نقرأ الجملة أحب القراءة احتمال تطلع مفعول به اسم منصوب ما فيش قدامه حرف جر نقرأ من الشمال اليمين الفاعل بيطلع فيه حرف الهي والقراءة دي اللي أنا بحبها نفعه ماذا أحب؟ القراءة مفعول به منصوب وعلامة نصبيه ده مفرد يبقى الفتحة بعد المفعول به نرجع نقرأ الجملة تاني أحب القراءة حبا ها أحب حبا اسم من نفس حروف الفعل احتمال يطلع مفعول مطلق ده أنا النهار ده حبت حب نفعه مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبيه ده مفرد يبقى الفتحة ولا تزاكي يقول لي مشي احنا خذنا حبا دي مفعول لأجله احنا اتفاقنا حبا مفعول لأجله لو الفعل مسبوش أحب صح؟ يعني مثلا ايه استزيد من الكراءة او اقرأ كثيرا حبا حبا في كراءة تنفع مفعول لأجله انما هي لها من نفس حروف الفعل طالما من نفس حروف الفعل يبقى ما فيش حاجة اسمها مفعول لأجله ده مفعول مطلق يبقى ايه الفرق من المفعول بين مفعول مطلق بيقول لتنين اسم ومنصوب ونكرر مفعوم شا ألي فلان بس المفعول مطلق بيبقى من نفس حروف الفعل المفعول اللي قال ليه مش من نفس حروف الفعل مفعول مطلق منصوب علامة نصبيه ده مفرد يبقى الفتحة لا يرى الكلمة اللي وراه أحب القراءة جمّاً ولا حباً جمّاً حباً جمّاً اسمه اسم نكره ما فيهش ألف ولام نكره ما فيهش ألف ولام يا نعت يا مضاف إليه خط عليه ألف ولام كده بس أن منشج التنوين الحب الجمّ نفع يعني الكسير يبقى ده نعت وطالما جي وراه نعت يبقى نعود مبين للنوع يبقى الأمثال الأربعة دي زي ما شفنا المفعول مطلق جي وراه إيه نعت استخدم استخداماً صحيحاً يخلص إخلاصاً عظيماً يعاقب عقاباً شديداً وحب حباً جمّاً ده كل مفعول إيه بقى مطلق مبايل للنوع لإنه جي وراه نعت طبع المضاف ما ليجي إزاي؟ طبع يسأل خالص وإحنا إن شاء الله ناخد الترميل المضاف إليه بيبقى سأل عليكم يجيد النمر السباحة أجادة السابحين الجملة جملة فاعلية يجيد دلوقتي فعل مضارع مرفوع من القهرة ده بيبدأ باليه من حقنا نسأل بمن نجيب الفاعل من الذي يجيد النمر فاعل مرفوع وعلامة رفعية ده مفرد يبقى الضم بعد الفاعل نقرأ الجملة يجيد النمر السباحة احتمال تطلع مفعول به اسم منصوب ما فيش قدامه حرف جر هنقرأ من الشمال اليمين الفاعلة هيطلع فيه حرف الهيه والسباحة دي اللي النمر بيجدها نفعة ماذا يجيد النمر السباحة مفعول مطلق مفعول به يجيد ايجادة ايجادة دي اسم من نفس حروف الفعل صح؟ يجيد ايجادة اسم منصوب ما فيش قدامه حرف جر ومن نفس حروف الفعل ده أنا النهاردة اجدت ايجادة اهيه نفعة مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبية ده مفرد يبقى الفتحة بص إلي جوه وراها بقى وملحظين حاجة المفعول المطلق هن pointersفتالوين بصوا المفوت بسنا نقول إجادات أنا لا قالش إجادات قال إجادة نبص الكلمة اللي وراها يجد النمر السباحة السباحين ولا إجادة السباحين إجادة السباحين اسمين ورا بعض ده نكره مفوش ألف ونام اللي في ألف ونام بقى يسميه معرفة اسمي في ألف ونام يسميه ايه؟ معرفة يبقى نكره ورا معرفة ده مضفء ليه وإن شاء الله أنا أخد الترمية ده بس للمعبع وطالما المفعول مطلق ده وراه مضفء ليه نوع مبين للنوع سهلا كمان واحدة يزاكر الولد مذاكرات العلماء الجملة جملة فاعلية يزاكر دلوقتي فعل مضارع مرفوح نختهرأ لا بيبدأ باليه يعني نركز من حقنا نسأل بمن نجيب الفاعل من الذي يزاكر الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعيدة مفرد يبقى تضمى بعد الفاعل نقرأ جملة يزاكر الولد مذاكره يزاكر مذاكره اسم منصوب ومن نفس حروف الفعل صح يا بلد ده النهار ده ذاكرت مذاكره نفع مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبيه ده مفرد يبقى الفتحة بصوا اللي جي وراه ينفع يقولي يزاكر الولد العلماء ولا مذاكرات العلماء مذاكرات العلماء اسمين وراء بها نكرى مفيش ألف فلام معرفة فيها ألف فلام نكرى وراه معرفة وضفء ليه وطالما جي وراه مضفء ليه بلوعه مبين للنوع سهلا؟ أنا مش عادة ترى فذاتي عراء بضفء ليه ايه بس المهم عرفت لما لايق المفعول المطلق جي وراك كم فاعلة فلام اسمين لكن وراه معرفة مضفء ليه أكبرت المتطوعة على العمل أكبرت المتطوعة على العمل أكبرت العظماء الجملة جملة فاعلية أول نجاح في الجملة الفاعلية فصل الفعل عن الضمين لأنه مفيش يعني اسمه أكبرت الوصم أكبرها بس أكبر خلاص فعل النظم مبني التاء يتاء فاعل يتاء تأنيس هنسأل بمان مان التي أقبلت ينفعل أقبلت 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 أنا المتطوعة ولا أقبلت المتطوعة مين اللي أقبلت المتطوعة ودي بنت يبقى التاء تأنيس والمتطوعة دي فاعل يبقى التاء تأنيس المتطوعة دي ايه فاعل مرخوة علامة رفعية ده مفرد يبقى الضم بعد الفاعل نجاح الضملة أقبلت المتطوعة على العمل طالما حرف جر خلاص على حرف جر المجمع العمل اسم مجرور بحرف جر على وعلامة جريدة مفرد يبقى الكسرة نرجع نيرى الجملة تاني أقبلت المنطوع لازم نرجع نيرى الجملة تاني ليا عشان نشوفي الكلمة ليه علقة بالفعل ولا لأ أقبلت المتطوع على عمل إقبالا أو إقبال إقبالت اقبلت اقبال اسم من نفس حروف الفعل من نفس حروف الفعل خدنا فين ده النهاردة أقبلت الإقبال مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبية يبقى اسمها إقبالاً صح؟ شوف الكلمة اللي وراها؟ أقبلة المتطوعة على عمل العظماء ولا إقبال العظماء؟ أقبال العظماء اسمه اسم نكرى مفيش ألف ولام معرفة فيها ألف ولام نكرى وراه معرفة مضاف إليه مطرمجي مضاف إليه بقى نوعه إيه مبين للنوع آخر مثال معنا اجتهد التلاميذ اجتهاد الفائزين الجملة جملة فاعلية اجتهد اجتهد خلاص فعلا ماضي مبني بعد الفعل نسأل بمن جيب الفاعل من الذي اجتهده؟ التلاميذ فاعل مرفوعة وعلامة رفعية اتضمن أنها جمعة تكسير بعد الفعل نقرأ الجملة اجتهد التلاميذ اجتهاد اجتهد اجتهد اسم منصوب من نفس حروف الفعل ده للهار ده اجتهد اجتهاد نفع مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبيه ده مفرد يبقى الفاتحة نشوف الكلمة اللي وراه اجتهد التلاميذ الفائزين وإجتهاد الفائزين هي نفعل اثنين صح؟ بينما الفائزين اللي علاقة باعتهاد هنا اجتهاد الفائزين ليه؟ ما ينفعش للمنفعش إجتهاد التلاميذ هو اجتهاد الفائزين اجتهاد كمان ما ينفعش تانويين إلا أنهم يشايفون هايبقى الكلمة اللي وراها ليه علاقة بيها اس و اس نكره مافيش المعرفة فيها المعرفة نكره وراها معرفة مضاف إليه سهلا؟ نعمل يا مزجة عربي السليعة يعيش الناس عيشة سعيدة الجملة جملة فاعلية يعيش دلوقتي فعل ومضارع مرفوع نقارب ده بيبدأ باليب من حق وينحقين الناس سأل بمن نجيب الفاعل من الذي يعيش الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعهم يا مفرد يبقى الضم لأن الناس ملاش جمع ملاش مفرد يعيش الناس عيشة يعيش عيشة اسم من نفس حروف الفعل ده أنا النهار ده عشت عيشة نفع مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبي ده مفرد يبقى الفتحة يعيش الناس سعيدة ولا عيشة سعيدة عيشة سعيدة اسمه اسم نكرى مفيش ألف ولم لو عليهم تنوين هنشيل التنوين نحط ألف ولم يا نعت يا مضفري العيشة السعيدة طب ما هي نفع ده نعت وطالما جي ورا نعت بأن نوع مبايل للنوع قرد كنوا فهمتوا ياليت يا أولاد نتفرج بنظام على الفعل المفعول به المفعول لأجليه المفعول المطلق على فجوهين عشان نجيب مرة اللي هو المفعول المطلق المؤكد للفعل ومرة المفعول المطلق المؤكد للنوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته